عدد كبير يا أستاذ أشرف من المشروعات ولو نأخذ بالنا هي متنوعة عايزين نفهم أهمية هذا التنوعة ما بين المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية لا ده شيء طبيعي التنوعة لأن انت كان عندك نقص في كل شيء فبقيت محتاج كل شيء ومثلا في حياة كريمة انت ما بتروحش يعني تجدد البيوت وتدهنها لا ده انت بتعمل مجتمع جديد بتنقل الناس من حياة لحياة بتعيد بناء المباني المتهدمة المباني الطينية بتبني مباني أدمية وفي نفس الوقت بتشق طرق بتدخل صرف كهرباء مية مكتب بريد مركز تكنولوجي تضامن أي شيء تتخيله وتحتاجه هتلاقيه لأن انت في الصعيد قبل كده كان عندك مشكلة الكفور والنجوع دي تجمعات منعزلة حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا علشان يعمل خدمة لازم يروح المركز أو لازم يروح القاهرة لا ده انت بتجمع له كل حاجة ده انت ما عملتش كده بس لا ده انت عملت مشروعات صناعية ومشروعات زراعية والمشروعات الزراعية مرتبطة بالبيئة أنا المنطقة دي بنتك فيها كذا طب ما انا اعمل مصنع تعليب للحاجات دي وهكذا فانت وفرت فرص عمل في الصعيد علشان ما يبقاش طارج علشان الناس ما تخرجش تدور في المحافظات التانية على شغل وكمان الحاجة الاكتر واللي كنا بنعاني منها جزء كبير من ضحايا الهجرة غير الشرعية كانوا من ابناء الصعيد لانه محتاجين فرص عمل وفرص العمل كانت قلالة انت جبت له فرص العمل الغيت عنده عندك يعني من الحاجات المهمة جدا انت المشروعات العملاقة اللي اتعملت في الصعيد اللي ما كانش حد يتخيلها مشروع زي تشكة كان مات احيته يكفى مزرعة النخيل العملاقة اللي هناك يكفى محصول الامح اللي طالع من تشكة السنة دي شئ لا يصدق مشروع زي بنبان للكهرباء هذا المشروع اللي طاقة شمسية بينتج ما يقرب من اتنين مليار حضرتك في كلامك دلوقتي فكرتني في حاجتين اول حاجة احنا في صباح الخير يا مصر رحنا عملنا حلقة في في ادفو نعم عن حياة كريمة وزورنا نجع من النجوة اللي هناك اسمه نجع الشيخ علي نعم في ود الصعيدة تقريبا او في ادفو على ما اعتقد نعم نجع الشيخ علي نجع داخل بقى جوة عزبة جوة قرية جوة مركز جوة مدينة يعني الموضوع بعيد قوي في مشروع جوة في مركز شباب جوة النجا ده فالاهتمام بابناء جوة والعزب والتوابع دي حاجة مهمة جدا صحيح الجانب الآخر وهو تشك نعم برضو الحمد لله يعني كان صباح الخير مصر موجود برضو في تشك وشفنا انجاز لم يسبق له مثيل زي ما احناك قلت ان المشروع ده كان مات لسبب او لاخر لسنا بصدد الحديث عن اسباب توقف هذا المشروع في السابق احنا دلوقتي فين ده المهم انتاج المشروع ده فين انتاج المشروع ده بدأ يظهر الصنادي مصر عاملة انتاج قياسي من الامح والفضل بشكل كبير لتشك مزرعة عملاقة اكبر مزرعة نخيل في العالم تنور تشك وبالتالي انت تشك بدأ يظهر على الخريطة بدأ انتاجه يظهر هو تشك كان فيه مشكلة فنية باوامر من الرئيس تغلبنا عليها اتعمل الحاجز الفني اللي كان موجود اتشال وخلاص تسوت الارض والمية امتدت واشتغل تشك سواء المشروع والمفيد وكل شيء شغال وبالتالي خلاص اتحلت المشكلة دي وانت ما قلتش والله ده مشروع حد قبل كده انا مالي وبتاعه دور على مشروع جديد لا لان ده فيه امكانيات وتعمل تعلية دراسات واشتغل وعليه دراسات ويعني تشك المية بتاعتها لو تدقها غير طبيعية جمال غير طبيعي وبالتالي اشتغل تشك اشتغل تشك لانك عايز تشتغل عايز تبني مش عايز تقف قدام مشكلة ما وبالتالي ده جزء من الفكر اللي بيدور دلوقتي طب ما الصالحية كمان كانت فترة ماتت الصالحية كمان تم احياءها مشروعات اللي فيها مشروعات صوبات رائعة انتاجها جيد جدا مشروعات الواد الاخضر الجديد مشروعات المليون فدام والمليون ونص فدام مستقبل مصر كل دي مشروعات علشان فيه اقراضة انت تعملي حاجة اشتغلت لكن فيه كمان مشروعات في الصعيد لا يمكن تخيلها ولما تشتغل ولما تكمل هتعمل طفرة يعني كلنا بنسمع عن المسلس الزهبي لكن مش عارفين تفاصيله المسلس الزهبي ده منطقة بين منطقة على البحر الاحمر سفاجة والقصير بينهم حوالي 80 كيلو مرتبطين بالداخل بينا هذا المسلس مساحته حوالي 7000 كيلو هذا المسلس فيه سفاجة انا من ثلاثة ارباع المعادن في مصر ليه سمينا المسلس الزهبي فيه دهب نحاس حديد بترول رمال كل شيء تتخيالي موجود ده غير اصلا كمان الميزة العلاجية في سفاجة كمان اه طبعا غير الميزة العلاجية في سفاجة بس ده بقولك يعني كنز كنز وبالتالي انتي دلوقتي بدأت تشتغل في هذا المسلس الزهبي هيستوعب اعمالة كبيرة جدا 7000 كيلو 7000 كيلو دي مساحة دول يعني بعض الدول مساحتها متجيش 7000 كيلو لا ده ده فيه كل هذه الامكانيات في هذه المساحة ومكان يعني من النحية الطقس جيد جدا مواصلاته اصبحت جيدة جدا للقاهرة وللمدن الاخرى ده كمان مشروع من المشروعات الواعدة العملاقة التي يعني هي بالاضافة الى تشكا والقطار للقهرباء السريع وإلى ذلك هتبقى هي القاطرة للصعيد بكل ذلك